السلام عليكم كيف الحال يا شباب في البداية تكون الله صلى عن النبي اللهم صلى وسلم عليك يا نبي زي ما عودتكم كل اتنين بنزل لكم اخبار الاسبوع اليوم مقطعنا عن اخبار الاسبوع من فورتنايت جايب لكم اخر الاخبار فقبل ما نبدأ المقطع اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك خلينا نبدأ بالاخبار طيب الخبر الاول عندنا يوم الثلاثة 23 يوليو الساعة 11 صباحا او 12 في الظهر حيكون معنا التحديد الجديد 30.30 اذا صار اي مشكلة على هذا التحديد وتم تأجيله حديكم الخبر في جميع التواصل اللي ما ضافني على التواصل يحاول يضيفني في رابط اصفل كل مقطع مكتوب عليه تواصل مع الصياد ضيفني بالطريقة اللي تعجبك لانه بعض الاحيان يصير مشكلة في السيرفرات فيأجلوا التحديد فاذا تم تأجيله حديكم خبر لكن اذا ما صار اي مشكلة حيصدر يوم الثلاثة 23 يوليو طيب حجم التحديد احتمال هيكون 12 او اكثر من 12 جيجا لانه في اخبار كثيرة هتنزل في هذا التحديد يقول لك ايبيك جيمز بتعمل على طريقة تصغر من حجم التحديدات يعني حجم التحديدات صارت صراحة مرة كبيرة 12 جيجا 15 جيجا فايبيك جيمز يقول لك بتعمل على طريقة انها تصغر من حجم التحديدات لكن الى الان ما في اي معلومات عن هذا الموضوع طيب خلينا بيين لكم اهم الاخبار اللي حتصير في التحديد القادم اول شي عندنا تعاون فورتنايت وتسلة هذا التعاون احتمال 80 او 90 في المية حيصير الليلة اليوم الاثنين الليلة اذا ما صار الليلة حيصير غدم مع التحديد وهذه السيارة حتصدر في مجر العناصر ويمكن استخدامها في فورتنايت وفي روكيت ليك لكن سعرها الى الان غير معروف لانه تم اصدار صورة تشويقية عن هذا التعاون بعد كده عندنا حيتم الكشف عن حزمة الطاقم لشهر اغسطس في تحديد غدا بعد كده عندنا تعاون فورتنايت وفول جايز صراح هذا التعاون اتأجل ثلاثة مرات والى الان غير معروف موعد اصداره لكن على كلام المسربين دائما يقولوا قريبا حيصير هذا التعاون المهم اذا صار هذا التعاون ان شاء الله غدا في التحديد حيصدر منه تحديات وحيكون للتحديات هذه جوائز مجانية الجوائز عبارة عن اكس واغنية لوبي وحقيبة ظهر وقالوا انه هذه التحديات حنسويها في البتل رويل وحنلعب بشخصيات الفول جايز طريقة اننا احنا حنلعب في البتل رويل الى الان غير معروفة لكن على كلام بعض المسربين انه هيكون في عندنا طريقة في البتل رويل ننتقل لها الى عالم ثاني وفي العالم الثاني هتتحول الشخصيات الى فول جايز ونسوي التحديات ونلعب بطريقة شخصيات الفول جايز لكن هذا مجرد كلام مسربين ما في شي مؤكد على هذا الموضوع لكن في صور تشويقية عن هذا الموضوع زي ما انتم شايفين بعد كده احتمال تمانين او تسعين في المية هيتم اصدار المانيجان غدا في التحديد طيب عندنا بعض الاخبار اللي تخص الليغو في تحديد غدا هيتم اصدار الكولومبو في الليغو تمام وهذا على حسب الصورة المسربة عن اخبار فورتنايت قالوا الكولومبو هذا هيصدر من نهاية يوليو الى نصف اغسطس زي ما انتم شايفين هذه صورة الاخبار الخاصة فورتنايت المسربة فحيصدر من نهاية يوليو يعني في خلال هذا الاسبوع هيصدر الكولومبو هذا في طور الليغو طريقة انه يعني ايش هنستفيد من هذا الموضوع او شيء الى الان غير معروف لكن هيبين معانا ان شاء الله في تحديد غدا بعد كده هيتم اصدار حزمة رفع المستوى هذه الحزمة تعطيك ثمانية وعشرين لفل صراحة نظامها مرة حلو وسعرها الف وميتين في بوكس هذه الحزمة القديمة لكن الحزمة الجديدة ان شاء الله هيتم الكشف عنها في تحديد غدا صراحة انه سعرها حلو هي حلو ليلا انه الف وميتين في بوكس تعطيك حزمة كاملة بالسائلات بالاضافة الى تمانية وعشرين لفل بعد كده عندنا احتمال تمانين او تسعين في المية هيتم اصدار التريو من طور الاعادة لانه الى الان موجود في واجهة تطبيقات فورتنايت و الى الان ما اصدر احتمال انه اصدر في هذا التحديد او انه هيصدر في الموسم القادم بعد كده فورتنايت بتعمل على طور جديد الطور هذا خاص بالاكسات يعني كله استخدامه باسلحة الشجار عندك سلاسل هايدس عندك السيوف قبضة النيترو المطارق هتكون استخداماتها هذه فقط وحيكون الطور هذا نص طور الاعادة طور مستقل لوحده حيكون استخداماته كله بطريقة اسلحة الشجار اللي هي الاكسات هذا الشيء فورتنايت بتعمل عليه من بداية الموسم و الى الان ما اصدر و الى الان ما في معلومات اكيدة على هذا الموضوع لكن احتمال في التحديد غدا حيصدر بعض المعلومات عن الطور القادم بعد كده حينزل في تحديد غدا بعض التشويقات وبعض المعلومات عن الموسم القادم اللي هو طابع مارفل ان شاء الله اذا نزلت بعض المعلومات والتشويقات حسوي لكم مقطع اعرض لكم كامل تفاصيل الموسم القادم بعد كده عندنا يوم الثلاثة 23 يوليو سيتوفر الموسم الثاني لطور السباق وحيكون اسمه جزيرة الجحيم وحيصدر منه بعض الاطوار المخيفة وبعض الاطوار الجديدة طيب خلينا اديكم بعض المعلومات الجديدة عن الطور الجديد اول شي عندنا الواجهة السابقة لطور السباق هذه هي اللي موجودة معانا الان لكن قالوا حيحدثوا الواجهة الاساسية لطور السباق وحيسووها نظام جديد اللي هو هذا حيكون نفس الشكل هذا وحيكون لها صورة رسمية خاصة بهذا الطور اللي هي هذه صراحة الصورة صغيرة لكن هذه اللي ظهرت من التسريبات طيب اما بالنسبة للاشخاص اللي يسألون عن تحديات متاليكا اللي ياخدوا منه السيارة المجانية حيستمر هذه التحديات الى 16 اغسطس يعني عندكم مجال كبير انكم انتم تسووا التحديات وتحصل على السيارة المجانية بعد كده في عندنا حزمة مهام المبتدئين حتغادر غدا الثلاثاء وحتصدر منها ممكن احتمال حتصدر حزمة جديدة في التحديد غدا لانه هذه الحزمة اللي مكتوب عليها انه حتغادر يوم 23 يوليو لكن حتصدر حزمة جديدة الى الان غير معروف بعد كده عندنا يوم الثلاثاء 23 يوليو الساعة 4 مساء حيكون معنا تحديات الاسبوع التاسع ومن خلال هذه التحديات حنقدر نفتح الاستايل الاضافي من اسكينات البيت الباس اللي هو جسد البازلاء التحديات المكافآت هذه هتعتمد على تحديات الاسبوع التاسع والاسبوع العاشر اذا احنا سوينا 8 تحديات حنحصل على كامل المكافآت المجانية هذه المكافآت خاصة للاشخاص اللي معاهم البيت الباس ان شاء الله حسوي لكم شرح للتحديات ونزلها في قناتي نفس النظام كل مرة بعد كده عندنا يوم الثلاثاء 23 يوليو الساعة 3 مساء ستغادر البطاقة المصغرة للليغو اللي ما سوى التحديات يحاول يسويها عندكم 24 ساعة انكم تسووا التحديات وتحصل على جميع المكافآت المجانية اما بالنسبة لقرية المتمردين ما في اي اخبار عنها يعني ممكن هتغادر وممكن لا الى الان غير معروف حتى في موقع فورتنايت الرسمي ما ذكروا عنها اي معلومات بعد كده عندنا يوم الثلاثاء 23 يوليو الساعة 4 مساء سيكون معانا تحديات القصة الجزء الخامس ان شاء الله حسوي لكم شرح للتحديات ونزلها في قناتي نفس نظام كل مرة اللي ما سوى الاجزاء السابقة جميع الاجزاء موجودة في قناتي بعد كده عندنا يوم الثلاثاء 23 يوليو الساعة 4 مساء سيكون معانا تحديات الاشرع الملعونة الجزء الثالث اللي هو قانون القراصنة الثالث ومن خلال هذه التحديات هنفتح بعض الجوائز المجانية اللي ما سوى الجزء الأول والثاني يحاول يسويها لأنه الاجزاء تتابع بعضها ضروري كل شوية تسوي جزء عشان يفوق معاك الجزء اللي بعده جميع الاجزاء موجودة في قناتي وان شاء الله اذا نزل الجزء الجديد هسوي لكم شرح كامل للتحديات بعد كده عندنا يوم 27 و28 يوليو بطولة كؤوس التصنيف ومن خلال البطولة هذه هنحصل على المظلة الشرعية الظاهر أمامكم مجانا طيب يوم 27 حيكون عندنا السولو ويوم 28 حيكون عندنا الوضع الثنائي تمام نظام البطولة هذه أسهل نظام تعرفوه ليه لأنك بتقدر تلعب بالطريقة اللي تعجبك تقدر تلعب لوحدك تقدر تلعب مع ناس عشوائيين يعني تقدر تلعب كأنك بتلعب في باتل رويل عادي تمام بالطريقة اللي تعجبك تقدر تلعب إذا انت حصلت على 50 نقطة هتحصل على المظلة الشرعية بعد كده عندنا مجر العناصر أو الأيتم شوب عندنا أول شي حزمة كريتوس إلى الآن موجودة في واجهة تطبيقات مجر العناصر وإلى الآن غير معروف موعد إصدارها عندنا سيلك سونج كمان موجود في واجهة تطبيقات مجر العناصر وغير معروف موعد إصداره بعد كده في عندنا حزمة أسياد الرعد إلى الآن غير معروف موعد إصدارها بعد كده عندنا يوم التلتاء 30 يوليو ركزوا في هذا التاريخ 30 يوليو الساعة 4 مساء 30 يوليو يعني الأسبوع القادم ستغادر تحديات رالي للأصدقاء أنا سويت شرح كامل للتحديات وموجودة في قناتي تمام؟ حاولوا أنكم عندكم خلال أسبوع أنكم تحصل على الجوائز المجانية قبل ما تغادر عندكم تقريبا ثمانية أيام فاللي ما سوى التحديات يحاول يسويها واللي ما عنده أصحابي حاول أن يرسل في التعليقات أبغى أي شخص أسوي معاه تحديات رالي للأصدقاء فحاولوا يسويها يعني هي حكاية يومين أو ثلاثة أيام تاخدوا كامل الجوائز المجانية طيب هذه كانت جميع أخبار الأسبوع حطوا في بالكم حاجة واحدة دائماً لما نزل مقطع الأخبار بعض الأحيان بعد ساعة أو ساعتين تظهر أخبار جديدة أو ينفك التشفير عن بعض الأشياء وتنزل تسريبات جديدة فإذا ظهرت معي تسريبات أو أخبار جديدة حنزلها في المنتدى وإذا ظهرت أخبار كثيرة حسوي لها مقطع خاص لوحدة كده وصلنا النهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب واهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وإن شاء الله نتقابل المقطع آخر وفأمان الله